اهلا بكل حضرتكم طبعا معروف للجميع ان الصيام ليه فوقت كتير على الصحة لكن بيكون الخوف دايما على اصحاب الامراض المزمنة وهل الصيام ينفع معاهم ولا ممكن يضرهم ودي طبعا حاجة بيحددها الدكتور المعالج للمريض فقط لكن الشيء انه مرضى السكر ممكن ما يكونش الصيام مناسب معاهم لكن هناك قراءة علمية بتؤكد عكس الكلام ده بل ان الصيام ممكن يكون مفيد اصلا لمرضى السكر فبالنسبة لمرضى السكر يمكن ان يسهم الصيام في التعافي من ده السكري من النوع الكلام طيب ده يحصل ازاي بازاي نقدر تحقق الفوائد المرجوة من صيام صحي ومفيد للجسم هي انه بعض المتخصصين من الاطباء لامراض السكر اكدوا ان الصيام شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العديد من الامراض وتحقيق فوقت كثيرة على صحتنا واكدوا ان الصوم بيحقق الكثير من الايجابيات الصحية لمرضى السكر وخاصة خلال شهر رمضان تصل الى التعافي نهائيا من هذا المرض او التقليل من جرعات الانسولين المستخدمة حيث اثبتت ادراسات تسجيل فوقت كثيرة للصوم منها انه بيزبط مستويات البلوبوس في الدم طوال شهر الصيام وايضا يساعد على تكسير البلوبوس وانتاج الطاقة في الجسم ايضا من الايجابيات الصحية للصوم لمرضى السكر انه بيخفض انتاج الانسولين فيرتاح البنكرياز ويزيد انتاج البليجوجين لتسهيل عملية تكسير الجلوكوز ويتخلص الجسم من الدهون الزائدة ويقلل مستويات الكوليسترول في الجسم ويخفض مستوى حامض البولك في الجسم ايضا ومن ابرز النصائح اتبار نظام غذائي صحي المرضى السكر هي تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهجات والتي تتحول الى سكريات وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الافطار والافضل تأسمها على اوقات مختلفة ايضا الحقيقة استهلاك الخبوب الكاملة نظرة اللي احتواءها على الافلقاف مما يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم وايضا تناول البروتينات التي تتحول الى النشا بدلا من السكر وايضا اكل فاكهة التزيجة بدلا من العصير بالاضافة الى الكثير من الفضروات وكذلك التقليل من الاطعمة الدهنية والاطباق الدسمة والابتعد عن اكل الحلويات رمضانية ويفضل طبعا ممارسة الرياضة اليومية وزيادة النشاط الحرقي مما يفقد 10% من الوزن شرب الماء بما لا يقل عن 2 لتر يوميا في الفترة ما بين الافطار الى وقت السحور واخيرا قدر الامكان تأخير وجبة السحور لو يفضل تناولها قبل الفجر مباشرة دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة تظهرنا بتغطية اخرى وتمعكم انا من ايكيا او ايراندك